في مستهل تسلمه لمنصبه تعاهد رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي بالبحث في ملف المغيبين والمختطفين والكشف عن المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع والجهات المعنية به ولأن الكاظمي يدرك حقيقة سطوة الميليشيات المسلحة ومن ورائها الدولة العميقة فإن وعوده تلك ذهبت أدراج الرياح ولم يتحقق منها شيء حتى الساعة ميليشيات طائفية مسلحة تتحكم بهذا الملف وهي من تمنع كشف مصير الذين خطفتهم وتزج بهم في غياهب المجهول حقيقة باتت معروفة لدى الجميع ويصرح بها كبار الساسة الذين يؤكدون ظلوع إيران المباشر في عرقلة حسم هذا الملف كما يجري في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل التي تحولت إلى سجن كبير لا يدخله حتى مسؤولها الحكومة وقواتها الأمنية نفوذ إيران وميليشياتها يكشف السر وراء عجز الحكومات المتعاقبة في العراق عن فتح ملف المفقودين أو تحديد إحصائية رسمية عن عدد المغيبين قصرا أو الجهات المسؤولة عنه في ظل عمليات الخطف الفردي والجماعي المتواصلة منذ سنوات المرصد العراقي لحقوق الإنسان كشف عن وجود نحو 25 ألف عراقيين مفقود في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار بينما تقول اللجنة الدولية لشؤود المفقودين إن أعداد المغيبين تتراوح بين 250 ألفا والمليون شخص في حين تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن العراق يتصدر دول العالم في أعداد المفقودين ما يثير الاستغراب هنا هو انضمام العراق إلى اتفاقية الاختفاء القسري الدولية ما يعني وجود التزامات دولية ينبغي الإفاء بها في هذا الملف الإنساني وفق ما أكده عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي الذي نوه إلى تلقي المفوضية شكاوى عن حالات فقدان سواء بسبب العمليات العسكرية أو خلال التظاهرات لكن دون ردة فعل حكومية على أرض الواقع لم يشأ الكاظمي إذن أن يدخل معركة مبكرة عبر ملف المغيبين والمخطوفين الذي عجزت الحكومات السابقة عن فتحه لأن ميليشيات وجهات سياسية نافذة ودولا إقليمية تقف وراءه فالرجل لا يختلف عن أركان المنظومة التي جاءت به المنصب ومغانمه أولا وما عدا ذلك فهو مجرد تفاصيل ومعاناة عشرات الآلاف من العائلات الباحثة عن أبنائها المغيبين التي لطالما لامست أسماع الساسة لم تلامس نخوة الكاظمي ولا غيره